اهلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجاء لكم بمقطع جديد ومقطع زلها طبعا في مقطع اليوم رح نشرح لكم بشكل مبسط وشامل عن بزنس التحديث الجديد الاسد لاب كيف تبدأوا كيف تحسنوا ايش افضل التعديلات وكيف ممكن تصير مليونير منه لذلك اربطوا لحظة ما وخلونا خش سويا في المقطع اولا وعشان تاخذ شاحنة الاسد لاب عليك انك تكمل الفرست دوز من المهمات الجديدة للتحديث وهي عبارة عن ستة مهمات خفيفة وممتعة عشان تبدأها لازم تنتظر اتصال من رون ثم تتوجه للمكان اللي ذكروا ومن هناك رح تبدأ المهمة الاولى من قصة لوس سانتوس دراغ وورز بعد ذلك رح تتسلسل المهمات معاك بشكل سلس وخفيف ولطيف طبعا كل مهمة رح تعطيك ثلاثين الف دولار ما عدا المهمة الرابعة المتخلفة رح تعطيك عشرين الف دولار فقط بحكم انك ما تسوي فيها اي حاجة طبعا لو تبغى تشوف تختيم المهمات مترجمة بجميع تفاصيلها نزلنا فيديو قبل كم يوم لو مهتم رح اظهر لك الان في علامة التعجب طبعا بعد ما تخلص المهمات الستة وتاخذ شاحنة الاسد لاب داكس رح يدق عليك ويعلمك انه عشان تبدأ البزنس عليك انك تسوي مهمة سيتاب واحدة وعندك اكثر من موقع لمهمة السيتاب هذه في ماب لوس سانتوس عليك انك تروح لوحدة وفي حال انك فعلت ذلك رحت للمكان وخشيته رح تحصل مجموعة من الاعداء هناك عليك انك تتخلص منهم ثم بعد ذلك تاخذ الوينش وتحمل الادوات والاغراض الموجودة هناك في الشاحنة هذه بهذا الشكل زي ما تشوفونه زي ما هو ظاهر لكم الان وصراحة تشكر روك ستار جيمز على تنوع طرق المهمات تعودنا سابقا خذ الادوات وامشي لكن الان لا تحملها وحركات نصكم زي ما تشوفون طبعا لما تحمل الثلاثة الاغراض والثلاثة الادوات هذه رح تركبها ورح تطلع من المكان وتتوجه بها الى الفريك شوب وفي حال انك فعلت ذلك رح تنتهي مهمة السيتاب هنا الان عليك انك تروح عند موت وتركب الادوات المطلوبة للآسد لاب ورح تكلفك 750 الف دولار عشان يبدأ البيزنس معاك بشكل رسمي طبعا لما تخش الشاحنة رح يعرفك بشكل مباشر على الادوات الموجودة فيها ويش يسوي هذا ويش يسوي هذاك طبعا الخطوة التالية الان عليك انك تروح عند هذه الزاوية من الشاحنة وتبدأ مهمة سيبلاي جديدة عشان يبدأ انتاج المنتج معاك ومهمة السيبلاي جدا جدا واضحة بدون فلسفة فقط روح للمكان الفلاني جيب الاغراض معاك ورجعها للآسد لاب وايليكم كذا حركة واقعية من ريكستار اضافتها في هذا المهمة طبعا بحكم انه الاغراض عبارة عن مواد كيميائية مهدرة فلما تشيلها معاك في جيبك من الممكن انها تدمجك طبعا الان اذا توجهت الاسد لاب ودخلتها داخله رح تنتهي مهمة السيبلاي اوكي الان خلونا نشرح الاشياء الاساسية الموجودة داخل الاسد لاب اولا عندنا مت وعنده تقدر تسوي شيئين الاول انك تشتري سيبلايز من عنده وعشان تعبي بار السيبلايز كامل عليك انك تدفع ستين الف دولار زي ما هو ظاهر لكم الان الخيار الثاني يمكنك على انك توقف انتاج البضائع في شاحنة الاسد لاب على طاري شراء السيبلايز كذلك تقدر تتصل على مت من الجوال وانت خارج الاسد لاب وبإمكانك من مكانك انك تطلب مهمة سيبلايز او انك تشتري سيبلايز كذلك زي ما تشوفون وزي ما هو ظاهر لكم الان اوكي داخل الاسد لاب هناك هذه الزاوية واللي قلنا انها تجيب لك سيبلايز للاسد لاب وعلينا اننا ننوه عن امر جدا مهم وهو انه كل مهمة سيبلايز واحدة رح تعبي لك بار واحد فقط من خط بار السيبلايز كل مهمة تعبي لك فقط الربع زي ما هو ظاهر لكم الان تمام تمام ننتقل للبعده الزاوية هذه يا اخوان فيها شيء جدا جدا مهم وهو البوستر او الاسد لاب بوستر وبكل بساطة لما تستخدموا رح يسرع عملية الانتاج بدل ما ينتج منتج في كل دقيقة وثمانية ثواني بدون البوست مع البوست رح يسوي منتج كل 45 ثانية لكن عيب الوحيد انك تستخدموا مرة واحدة فقط لكل يوم حقيقي يب مو يوم جي تي اي اونلايني لا 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 يوم حقيقي لذلك مع كل مرة تخذ جي تي اي اونلاين بوست البضاعة حقك في الاسد لاب اوكي الان رح نعرفكم على حاجة جدا جدا مهمة كذلك في بزنس الاسد لاب وهو الاسد لاب اوبغريد او تطويرة الاسد لاب طبعا لما تبغى تيجي تركبها من عند موت رح تلاحظ انها مكفلة وعليها قفل طيب كيف يا صالح افكها بكل بساطة عليك انك تسوي عشرة مهمات من مهمات داكس الفوليغينز وعشان تبدأ مهمة فوليغينز عليك انك تدق على داكس تليفون وتختار الخيار الاول وبباشرة رح تبدأ المهمة معاك زي ما تشوفونه زي ما هو ظاهر لكم الان سوي عشرة مهمات زيها بهذه الطريقة ورح ينفك معاك التطوير مباشرة وعشان تراقب تقدمك وكم مهمة سويت من مهمات الفوليغينز عليك انك تخش هذا الخيار من الاستاتيس زي ما تشوفونه زي ما هو ظاهر لكم الان في الجيم بلاي طبعا لو سويت العشرة مهمات ارجع لموت وركب الابغريد ورح يكلفك 250 الف دولار طيب هل في فرق يا صالح الاجابة نعم هناك فرق ملحوظ جدا بدون الابغريد الفول ستاك او المنتج الكامل رح يباع معاك ب237600 دولار بينما مع الابغريد الفول ستاك رح ينباع ب335200 دولار زي ما تشوفونه زي ما هو ظاهر لكم الان بالنسبة لكم يحتاج من الوقت عشان نوصل للفول ستاك بدون الابغريد رح تحتاج 4 ساعات ونص مع الابغريد رح تحتاج فقط 3 ساعات فبيزنز صراحة جدا جدا رهيب وخفيف وباسف وما يتعبك على الرأي كذا اوكي نيجي للبيعة طبعا معايا فول ستاك زي ما تشوفون وكذلك معايا الابغريد وبعت في سيرفر كامل مكون من 30 لاعب المهمة كانت بلمسة جديدة مختلفة عن مهمات البيعة السابقة للبيزنزات السابقة البيعة كانت على الدباب هذا والدباب بإمكانك التعديل عليه وتقويته عشان يساعدك في المهمة والتعديل عليه رح يكون من عند موت طبعا بناء على كلام موت البيعة رح تكون في أحد مواقف السيارات وأعطانا اللوكيشن كذلك أول ما خشيت المكان حسيت أنه الفايب حقه مو طبيعي وتوتر في لؤل طبعا لما وصلت المكان هذا اللي صار نعم حطينا البضاعة بنجاح لكن زي ما شفنا كان كمين محترم بالذين لو ما أكلت سناكات حرفيا كان قشطوني قشط وقتلوني لكن قدرنا أننا نهرب من المكان وعلينا الآن أننا نضيع الشرطة وصراحة أن تعابوني كثير كثير لأنهم غسيثين مرة في هذه المهمة فنعم بعد عناء طويل ضيعتهم ويب عشان بيعنا البضاعة في سيرفر كامل وحطينا الأبغريد والبوز أعطانا زي ما شفنا 500 ألف دولار يب 500 ألف دولار بهذه البساطة والسرعة صراحة شي جدا جدا رهيب وأسطوري أعطونا قرابة 164 ألف بونس عشان بيعناه في سيرفر عام نعم يا أخوان تراه بزنس جدا رهيب وبسيط ويطلع لك فلوس ويستاهل بعض الاهتمام منكم فنعم هذا جميع ما يتعلق ببزنس الأسد لاب لو عندك سؤال ما فهمته حيال البزنس اكتب ليه في خانة التعليقات وإن شاء الله راح أجاوبكم ختاما إليك أهم الخطوات عشان تستفيد من بزنس الأسد لاب أولا سرع عملية الإنتاج أو تقريبا البوست ركب الأبغريد جيب سيبلايز باستمرار بيع في سيرفرات كاملة واستمتع وتقريبا يا أخوان هذا هو مقطع اليوم وفيه شفنا جميع ما تريد معرفته عن بزنس الأسد لاب وكيف تصير مليونير منه وشاركونا أراكم في خانة التعليقات على البزنس وهلأ أعجبكم وهل تشوفونه بسيط ولا معقات طيب كي وصلنا معكم نهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم من حلوة سلام عليكم اشتركوا في القناة